السلام عليكم تلميذي الأعزاء في الحصة 42 الماضية تعلمنا طريقة ترسم المتمن حيث أعطيت لكم خطوات مرتبة بدايتها قراءة دفتر الشروط وتقسيمه بحروف الفصلة والوصل ثم تركيز على المناولة الهيكلية بعدها قراءة مضمون سؤال هل طلب مننا رسم متمن من وجهة نظر جزء التحكم أو رسم متمن من وجهة نظر جزء المنافذ فإذا طلب مننا متمن من وجهة نظر جزء التحكم فالأفعال هي المنفذات المتصدرة بالنسبة لجدول اختيارات التكنولوجية وإذا طلب مننا رسم متمن من وجهة نظر جزء المنفذ فالأفعال في هذه الحالة تكون المنفذات بعد إكمال هذه الخطوات رسمنا المتمن بكل بسط تلميذي العزيز بعد مشاهدتك لمدخل وحدة التحكم وفهمك السريع لطريقة رسم المتمن أنا متأكد أنك ستقول بكالوريا سهلة وفي الجين وتبدأ تخمم في المعدل وتخصصات لذلك أنصحك الباك ما كان والو عمي سويلح ربي يشفيه وربي ينقص من عمرنا ويزيده في عمره قال هايكم الباك ما كان والو وعلى هذه لازم ننغير طريقة تخمينكم ونمسح هذه الأفكار الوردية السلبية هدفنا أكبر من باكالوريا هدفنا تكوينكم تكوينا مثاليا لنصل بكم إلى أسمى المراتب في مشواركم المهني أقولها لكم الشخص المتكون هو مولد مستمر ومبدع في أفكاري لذا سيكون محل اهتمام لمعظم الشركات الصناعية ذات وزن الثقيل في مجال التصنيع لذلك تلميذ الأعزاء وحدة التحكم الخاصة بالأنظمة الآلية سوف تكون سلسلة تفصيلية ذات جودة عالية في التكوين في الحصة الماضية تعلمنا طريقة رسم المتمن لكن هناك نقائص كثيرة تجهلونها وهذه النقائص سوف نعالجها اليوم في هذه الحصة في هذه الحصة التنميذ الأعزاء سوف أقسمها إلى ستة أجزاء الجزء الأول سوف ندرس فيه قواعد تطور المتمن الجزء الثاني تمثيل الأستقباليات الجزء الثالث تمثيل الأفعال وأنواع الأفعال سواء أفعال شرطية أفعال متأخرة إلى آخره الجزء الرابع المنفذات ذات تحكم أحد استقرار وثناء الاستقرار وهذا أكبر خطأ يقع فيه التلميذ والأستاذ الجزء الخامس أنواع التعقوبات والجزء الأخير وهو التمرين شامل يساعدك على تخلص من الأخطاء الأكثر شيوعاً تلميذ العزيز فلنبدأ في حصة رقم 43 وعنوانها الاستقباليات والأفعال في المتمن مع التمرين بالتفصيل تلميذ الأعزاء نذكركم بهذه السلسلة تحتوي على 12 فيديو كملنا حصة رقم 42 وإن شاء الله نكملوهم في أقرب وقت فاصل ثم نواصل تلميذ الأعزاء نبدأ بأول جزء وهو قواعد تطور المتمن توجد خمس قواعد نبدأ بقاعدة الأولى قاعدة الأولى تتعلق بالمرحلة الابتدائية المرحلة الابتدائية هي المرحلة الفعالة عند بداية التشغيل أي متمن وش لازمنا نصبره مرحلة ابتدائية اللي هي عبارة عن مربع مزدوج هذه المرحلة ال؞دائية لازم تكون منشطة في حالة أرهاب باقي المرحلة كاملية كونوا خاملين أما المرحلة الابتدائية لازم تكون منشطة بيحدث لتطور في المتمن هذه تكانوقون الأعزاء نروحوا القاعدة الثانية القاعدة الثانية اجتياز الانتقالات شمعانة اجتياز الانتقالات محب ننتقل مرحلة واحد الى مرحلة الثانية لكي ننتقل من مرحلة واحد الى M forehead 2 يجب ان يتحقق شرطاً. وشي ما شرطاً؟ أن تكون المرحلة السابقة منشطة. وش معنى؟ لكي تنشط مرحلة اثنين يجب أن تكون مرحلة واحد منشطة. هذا الشرط الأول. وشو معنى؟ الشرط الثاني كذلك الاستقبالية المرفقة بالانتقالية يجب أن تكون محققة. وش معنى؟ لازم هذه الاستقبالية اللي هي A لازم تساوي واحد منطقي. هاي يجمع ركز معهم له. لكي تنشط مرحلة اثنين يجب أن تكون مرحلة سابقة اللي هي مرحلة واحد منشطة ويجب أن تكون A تسوي 1 معنتها ضغط A تسوي 1 منطقي بهذا الشكل وش حيصير في هذه الحالة؟ تنشط مرحلة 2 وتخمل مرحلة 1 هذا بنسبة لقاعدة رقم 2 القاعدة الثالثة تطور مرحل فعالة ما الذي يحدث؟ عبور انتقال يسبب تنشيط المرحلة الموالية وتخميل مرحلة السابقة وش معنت هذا يجمع ركز معي منه؟ نعتبر أن مرحلة 3 منشطة وB وش بها؟ تكون محققة بما أن مرحلة 3 منشطة وB وC 1 ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة 4 وتنشيط مرحلة 4 يؤدي إلى تخميل مرحلة 3 وعلى هذه المستقبل وش حسنا ندوص معادلة التنشيط والتخميل كما مرحلة 4 تنشيطها مرحلة 3 وB محقق و3 تنشيطها مرحلة 4 كي تنشيط هذه القاعدة رقم 3 القاعدة الرابعة تطورات المتزامنة تلاميذ الأعزاء في المستقبل ندوص عدة تعقوبات من هذه التعقوبات هو تعقب المتزامن هذا تعقب المتزامن يحتوي أكثر من فرع كما كنت لاحظون فرع الأول وفرع الثاني وبين فرع الأول وفرع الثاني يوجد خطان متوازيا وإن تلقى خطان متوازيا هذه يسمى بنية متزامنة وش معنى البنية متزامنة؟ أجمع رقز معامله الانتقال يقابل إجتياد في آن واحد يجب عبورهما في نفس الوقت وش معنى هذه؟ رقز معامله إذن عندي مثلا ضغط DCY ونعتبر مرحلة سابقة صفر منشطة وبما أنه هذا التعقب ولا تعقب متزامن إذا كانت مرحلة سابقة منشطة وDCYGC1 ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة واحد واثنين في آن واحد وصفر مرحلة صفر تتخمل إذن هذه البنية جسمية وبنية متزامنة يتحقق الشر وبين المرحلة السابقة منشطة هذا الفرع واحد وفرع الثاني ينشط في آن واحد وبما أنه مرحلة واحد واثنين منشطتين في آن واحد تنشطهما يؤدي إلى تخميل مرحلة السابقة اللي هي مرحلة الصفر هذا بالنسبة للقاعدة رابعة رحوا القاعدة رقم خمسة القاعدة الخامسة تنشط وتخميل مرحلة في نفس الوقت كينا مرحلة تنشط وتخمل في نفس الوقت وش يصر لها في هذه الحالة؟ إذا واجب على مرحلة أن تكون نشطة وخاملة في نفس الوقت فإنها تبقى منشطة نعطيكم المثال هذا كما مرحلة اثنين نعتبر مرحلة اثنين منشطة ونعتبر سي تساوي واحد منطق كما تلاحظ هذا تعاقب ووو وكما قلنا تعقب ووو كي تحقق مرحلة اثنين تكون منشطة وصي محقق وش عايصرة؟ تنشط مرحلة ثلاثة وفي نفس الوقت عاوة تنشط مرحلة اثنين وفي نفس الوقت وش قلنا جماعة؟ كي تنشط مرحلة ثلاثة وش لازم تدير؟ مرحلة اللي يقبلها لازم تتخمل الاية في مرحلة ثلاثة حتى تنشط مرحلة ثلاثة منشط مرحلة ثلاثة مرحلة ثلاثة اذا كانت مرحلة تنشط ذهبت مرحلة ثلاثة ثاني حاجة ونروحو رحو تمثيل استقبالية رح نعطيكم الأشكال كل شكل تخرجوا لإستقبالية تاو هيا التلاميذ الأعزاء نبدأ في النشاط أو وجد الاستقباليات في كل حالة من حالات التالية إذا نعطيتكم شكل واحد شكل واحد وش فيه فيه مرحلة واحد واثنين سؤال مطح وش هي الاستقبالية تعمى بين مرحلة واحد واثنين هيا تلاميذ الأعزاء نبدأ وش هي الاستقبالية ما بين مرحلة واحد واثنين بكل بساطة وشي الاستقبالية هي الضغط على A كي تضغط على A A يسوي 1 ما الذي يحدث؟ يؤدي إلى تنشيط مرحلة 2 وتقميل مرحلة 1 إذن نكتب مع بعض الاستقبالية بين مرحلة 1 و 2 هي الضغط والتأثير على A أي A وماذا يسوي يسوي 1 هذا بنسبة شكل 1 وروحوا إلى شكل 2 وشي أعطيكم في شكل 2؟ وشي الاستقبالي ما بين مرحلة 2 و 3 وكما كنتلاحظوا ما بين مرحلة 2 و 3 وشي يوجد يوجد A من في عكس الشكل الأول إذن وشي الاستقبالية لازم A بار وشي يسوي 1 وبما أنه A بار يسوي 1 أوشي يسوي الجماعة يسوي 0 إذن وشي الاستقبالية هي هي التحرير الضغطة A كي نحن نحن الضغطة A وشي وليت وليه مغلقة في حالة راحة إذن نكتب مع بعض الاستقبالية ما هي هي التحرير 0 أي A يسوي 0 كفى عرفتها إذن بدنا ننتقل من 2 إلى 3 لازم استقبالية كون تسوي 1 بما أنه A بار يسوي 1 إذن A وشي يسوي يسوي الصفة ووصفوا وشي معناتها التحرير اليد إذن بدنا ننتقل من 2 إلى 3 بتحرير زر A أي A وشي يسوي الصفة هذا بنسبة شكل رقم 2 روحوا للشكل 3 وشي الاستقبالية بين مرحلة 3 و 4 كما كنتم تلاحظون الاستقبالية وش فيها فيها A و B إذن وش معنطها A و B معنطها استقباليتين على التسلسل بهذا الشكل حيكونوا ملمسين على التسلسل بهذا الشكل مرحلة 3 منشطة ولازم تكون A و B تسوي 1 منطقة وبما أنه لازم A تسوي 1 و B تسوي 1 إذن بدنا ننتقل مرحلة 4 لازم مرحلة 3 تكون منشطة ولازم نضغط على A تكون 1 ونضغط على B يسوي 1 واحد في الواحد وشي يسوي 1 إذن وشي حيث في هذه الحالة تنشط مرحلة 4 وتخمل مرحلة 3 إذن وش هي الاستقبالية في الحالة ما بي مرحلة 3 و 4 هي الضغط على A و B معن أي A في B وشي يسوي 1 منطقي روحوا بشكل رقم 4 كما كم تلاحظوا وش هو السؤال قالكم وش هي الاستقبالية ما بين مرحلة 5 و 6 كما كم تلاحظوا 5 و 6 والاستقبالية موجودة ما بينتهم هي X8 X8 هي عبارة عن مرحلة إذن عبارة عن هذه المرحلة 8 إذن كيف هي تنشط مرحلة 6 إذن طريقة بسيطة جدا إذن أول حاجة وش لازم نديره لازم تنشط مرحلة 8 إذن وما بها تنشط مرحلة 8 لازم مرحلة 7 تكون مناشطة والسي يسوي 1 إذن مرحلة 7 طه هنا مناشطة والسي لازم يسوي 1 بمجرد نضغط على سي 1 وش هتنشط تنشط مرحلة 8 كي تنشط مرحلة 8 هذا X8 ماذا يسوي يسوي 1 منطقي إذن يصبح يسوي 1 منطقي بما أنه X8 يسوي 1 منطقي وش ه يحدث إذن تنشط مرحلة 6 وتخمل مرحلة 5 إذن وش نقوله في هذه الحالة وشي الاستقبالي ما بين 5 و 6 هي التنشط مرحلة 8 هذا بنسبة شكل 4 رحوا الشكل رقم 5 كما كنت لاحظوا شكل رقم 5 وش طلب منكم كيكم وش هي الاستقبالية اللي موجودة ما بين مرحلة 3 و 4 كيروحوا لمرحلة 3 و 4 وش نلاحظوا نلاحظوا بالاستقبال عبارة عن زمن تأجيل إذن في المرحلة 3 عبارة عن مؤجلة وكل مؤجلة عندها نهاية زمن تأجيل هذه الاستقبالي تي وش معنها تي هو زمن تأجيل سلاش المرحلة 3 سلاش زمن تأجيل شي يسوي 5 ثواني إذن بهنا فهمون نعطيكم سيمي العصير نعطيكم الملمس الـ A نعطيكم المؤجلة تي إذن في هذه الحالة أولا لازم تنشط مرحلة 3 بتنشط مرحلة 3 لازم مرحلة 2 تكون منشطة A يسي 1 ضغطنا على الـ A كي نتقطع على الـ A ماذا تلاحظون إذن تنشط مرحلة 3 وتخمل مرحلة 2 كي تنشط مرحلة 3 وش هو الفعل موجود فيها هو الزمن تأجيل إذن يبدأ الزمن تأجيل بهذا الشكل 2 1 0 بمجرد أن تهي الزمن تأجيل يغلق الملمس وتعاود تنشط مرحلة 4 وتخمل مرحلة 3 إذن وش هي الاستقبالية ما بين مرحلة 3 و 4 بكل بساطة انتهاء زمن تأجيل قدره 5 ثواني بدءا من واش من تنشط مرحلة 3 رحوا لشكل رقم 6 كما كنت لاحظوا هنا شكل رقم 6 قالكم وش هي الاستقبالية بين مرحلة 3 و 4 كما كنت لاحظوا هنا في المرحلة 3 وش كان عداد تصعود N يسوي N زايد واحد معناتها التصعود وما بين 3 و 4 وش كان كان N شرق نهاية العد وهنا كما كنت لاحظوا في المرحلة 3 عندي فعل شرطي في الخلية كهروضوئية إذن إذن سؤال ما هي الاستقبالية بين مرحلة 3 و 4 بكل بساطة الاستقبالية وش لازم لازم يتحقق لشرق نهاية العد هاي التناميذ الأعزاء ندير سيميلاسيو عندي هذا وعندي هذا العدد مثلا عدد ترديده N يسوي 5 إذن أول حاجة لازم لي تنشط مرحلة 3 لكي تنشط مرحلة 3 مرحلة 2 لازم تكون مناشطة O يسوي 1 إذن O يسوي 1 ما الذي يحدث تنشط مرحلة 3 من بعدها كي تنشط مرحلة 3 مرحلة 3 فيها فعل العدد العدد هذا وش لازم له يحسب 5 قطعة نعتبر هذا هو الملتقط خلية كهروضوئية قطعة الأولى ما تحقق الشرط قطعة 2 ما تحقق الشرط لازم N يسوي 5 ثلاثة ربعة خمسة بما أن العدد يسوي 5 الملمسة على العدد يغلق وبالتالي شرط محاقف وبالتالي تنشط مرحلة 4 وتخمل مرحلة 3 إذن سؤال مطرف وش هي الاستقبال بين مرحلة 3 و4 ووصول العد إلى N إلى رقم 5 على حساب الترديد العدد هيا تناميذ الأعزاء رحوا الجزء رقم 3 اللي هو الأفعال أو المخارج كما كنت لاحظ أعطيتكم نشاط وهذا نشاط فيه جزء من المتمن يحتوي على ثلاث مرحلة 2 و 3 و 4 نشاط أكمل ميالي تحتوي المرحلة ثلاثة على فعل 1 وش هو هذا الفعل إذن كي يقول لك إسلاكس وما هو الفعل الموجود في X3 رح شوف X3 وشوف الفعل مرافق إذن المرحلة 3 وش فيها فيها KM وش معناها CONTACTOR الملامس والM وش معناها الموتور إذن وش معناها هذا المتمن من يجد نظر جزء التحكم إذن نكتب مع بعض تحتوي المرحلة 3 على فعل 1 نمسح هذه إذن فعل وش هو اللي هو KM و KM وش هو الملامس الذي يتحكم في المحرك هذا بالنسبة المرحلة ثلاثة أما المرحلة 4 فتحتوي على عدة أفعال كما كنت لاحظوا في المرحلة 4 وش نلاحظ KM و D A Z كنت نشط مرحلة 4 يبقى يدور محرك وتخر الساقة رفع إذن وش نقول هنا KM و D A Z فعلين متزامنين ينشط في آنين واحد باش يتعلقوا بنشاط مرحلة 4 إذن نكتب مع بعض إذن في المرحلة 4 يوجد فعلين وش KM D A Z وهذه نسميها أفعال مستمرة تتعلق بالمرحلة 4 كما مرحلة 4 تنشط مرحلة 4 يدور محرك D A Z لو كنت خمل مرحلة 4 وتنشط مرحلة 5 ونقول وما كاش فيها KM وش حيص المحرك المرحلة مرفقة بها مثلا كما D A Z وكتب تبقى مغذة حتى نشط مرحلة 4 إذا نشط مرحلة 4 مثلا 5 ثواني تبقى D A Z مغذة ل5 ثواني لو كنت نشط مرحلة 5 وش يحصل مرحلة 4 راح تتخمل وستخطع التغذية على D A Z إذن وش نقل في هذه الحالة زمن تنفيذ الفعل أو فعل يساوي مدة فعالية المرحلة مرفقة بها سيما إذن مرحلة 2 منشطة B وش يساوي سيفر وش لازم مرحلة 3 وش لازم لي مرحلة 2 منشطة و بمجرد أنه يساوي 1 ماذا الذي يحدث تنشط مرحلة 3 وتخمل 2 بمجرد تنشط مرحلة 3 وش تغذي المحرك المحرك يصال إضار ويبقى يدور على حساب نشاط مرحلة 3 لو كنت نفتح الضغط هنا لا يتوقف المحرك لأنه القابلة يولي ما عندها حتى دور بمجرد تنشط مرحلة 3 القابلة السابقة يولي ما عندها حتى دور بمجرد تنشط مرحلة 3 يدور المحرك بعدها وقت تنشط مرحلة 4 لازم تكون مرحلة 3 منشط أو C محقق نضغط على C بمجرد أن C يسوي 1 ما الذي يحدث تنشط مرحلة 4 وتخمل 3 مجرد أن تنشط مرحلة 4 المحرك متوقف لماذا لماذا المحرك لم يتوقف لأن في مرحلة 4 كان فعل متكرر استمارية لتغذية المحرك M وفي نفس الوقت خلوص رفعة D A إذا مش راكم تلاحظوا هنا المحرك نسميه فعل متكرر لماذا فعل متكرر لأن تحكم في مرحلة 3 ومرحلة 4 لو كن نسألكم سؤال تلاميذي الأعزاء ما هي معادلة المخرج M كون يتحكم في المخرج M إذا مش رح تقول إما المرحلة 3 أو 4 Z كون هي المرحلة التي تتحكم في مرحلة X4 ستجاوبوني بكل بساطة Z ماذا تسوي X4 وشمعت X4 المرحلة X4 هي التي تخليها تخرج إذا تلاميذ الأعزاء ماذا نقول M هي أفعال يعاد تنفيذها خلال عدة مراحل متتالية وهذه نسميها أفعال مخزنة وتحتاج الذاكرة هذه تلاميذ الأعزاء رحوا شكل رقم 8 سؤال متى يدور المحرك M1 أغلب إجابات ستقول يا أستاذ كي تنشط مرحلة 4 وهذا خطأ هذا خطأ شائع إذا نركز مع يمليه لكي يدور المحرك يجب أن تكون مرحلة 4 منشطة وشرط الترخيص CP ماذا يساوي 1 إذا نركز مع يمليه ندير هنا السيميلاسيو إذن عندي هذا هو ملتقط مثلا A إذن لكي تنشط مرحلة 4 يجب أن تكون مرحلة 3 منشطة 1 بمجرد أنه 1 رقز معي نشطة مرحلة 4 خم إلى 3 من محرك لماذا لأنه شرط الترخيص إذا المحرك هذا كأم 1 لازم شرط أساسيا الشرط الأول المرحلة المرافقة الشرطين أساسيا المرحلة لازم تكون منشطة والشرط الترخيص لازم يكون محاقق إذا لازم يسيبي 1 بمجرد أنه 1 ومرحلة 4 منشطة وشي سيحدث تنشط كأم 1 ويدور المحرك إذا نكتب مع بعض متى يدور محرك 1 عند تحقق شرط الترخيص يجب يسيبي 1 مع تنشيط 1 4 وهذه الأفعال أفعال شرط لو كان يسألك سؤال يعطيك كأم 1 وفيه هذا الخط مكتوب فيه ملتقط هذا يسموه فعل شرط وشمعتها فعل شرط لازم المرحلة الموافقة لي لازم تكون منشطة والشرط الترخيص لازم يكون محاقق لو كان سألك تلميذي العزيز ما هي معادلة المخرج كأم 1 اكتب لي معادلة مخرج كأم 1 إذن كأم 1 تتعلق بشرط ين أساسين الشرط الأول لازم يكون محاقق والشرط الثاني يساوي واحد وإذن كأم 1 ماذا تساوي تساوي إكس ربعة في سي بي هذا بنسبة شكل رقم ثمانية رحوا الشكل رقم تسعة سؤال ماتا دور المحرك M2 كما كنت لاحظوا هنا عندنا نفس الطريقة في المرحلة السبعة كيف ينفعل مرافق M2 وكيف شرط الترخيص ليس شرط الترخيص بالعكس اللي هو سي بي بار إذن سؤال ماتا دور المحرك M2 نروح ندير سي ملاصيو إذن مرحلة ستة منشطة لازم سي يسوي واحد تنشط مرحلة سبعة وتخمل مرحلة ستة ولكي يدور محرك M2 يجب أن سي بار يكون محقق يسوي واحد منطقي بما أن مرحلة سبعة منشط سي بار يسوي واحد وهنا وش حيص رائع يدور المحرك إذن متى يدور المحرك يدور المحرك عند تحقق سي بار يسوي واحد منطقي مع تنشط مرحلة سبعة وبما أن سي بار يسوي واحد مع أن سي بار يسوي سيفر عادي تقدر تعوضها بصفر عادي إذن كان سأل سؤال اكتب معادلة المخرج كام اثنين يتعلق بشارطين يجب أن يكون مرحلة سبعة منشطة و سي بار يسوي واحد إذن معادلة المخرج ماذا تسوي تسوي إكس سبعة في سي بار هذا بالنسبة شكل رقم تسعة رحلي بعدها شكل رقم عشرة شكل رقم عشرة محرك أم ثلاثة متى دور محرك أم ثلاثة كما كنت لاحظوا هنا الكام ثلاثة موجود في مرحلة ربعة و ما معنى تبهي دور محرك كام ثلاثة لازم شرطين الشرط الأول لازم مرحلة ربعة تكون منشطة والشرط الثاني يجب أن ينتهي زمن تأجيل الذي قد رهوث الثواني إذن تلاميذ الأعزاء بهنا فهم مليح لندي رسي من عصلي إذن هذا هو المحرك ثلاثة وهذه رافعة وهذه أ إذن وهنا مرحلة ثلاثة منشطة لكي تنشط مرحلة ربعة يجب أن تكون مرحلة ثلاثة منشطة بيسي واحد هيا ركز معين كي نضغط على بي إذن ما الذي يحدث تنشط مرحلة ثلاثة وتخمل مرحلة ثلاثة ما الذي يحدث رافعة تخرج من محرك لماذا لم يدر محرك لأنه عنده ترخيص زمن تأجيل لازم حتى ينتهي زمن تأجيل ثلاث بعد واحد وبعد صيف بمجرد أنه ينتهي زمن تأجيل وشي يصر دور المحرك إذن هنا وشي تلاحظوا تلاحظوا بلي أنه محرك وكتهي دور لازم مرحلة 4 تكون منشطة ولازم انتهاء الزمن تأجيل اللي يقدره ثلاث ثواني إذا نخدم مع بعض متى يدور المحرك يدور بعد ثلاث ثواني من المحرك لو كان نسألكم سؤال تلاميذ الأعزاء لو كان نقولكم استخرج معادة المخش دي أزايد إذا معادة المخش دي أزايد تتعلق بالمحلة 4 إذن دي أزايد ماذا تسوي تسوي إكس 4 أما كام 3 بماذا تتعلق تتعلق بنشاط مرحلة 4 وانتهاء زمن تأجيل إذا معادة كام 3 ماذا تسوي تسوي إكس 4 وزمن تأجيل تي هذا بنسبة شكل رقم 10 وهذه الأفعال وشي سمينها سمينها أفعال متأخرة واش معانتها كي تنشرط مرحلة 4 تتأخذ بزمن تأجيل ليعطيه لك كما هنعطيتكم ثلثواني معانتها كي تنشرط مرحلة 4 محرك يبقى ثلثواني بعد نهاية ثلثواني إدار تلاميذ الأعزاء روحوا ثلثواني وهنا منفية معانتها عكس الأول إذن بهنا فهموا وشي لازم ندير سيميل آسيو إذن عندي مرحلة 6 منشطة لكي تنشرط مرحلة 7 وشي لازم C يساوي 1 بمجرد أنه C يساوي 1 ما الذي يحدث تنشرط مرحلة 7 رقم معامله وشي ساكم تلاحظون DBZ نشطة وكام 4 مع بعض مين المحرك وشي سرلو شوفهم يح بعدها المحرك توقف إذن ما معناتها معانتها كي تنشرط مرحلة 7 المحرك ينشرط عادي وكي ينتهي الزمن تأجيل رح يتوقف إذن نكتم مع بعض وشي نقول في هذه الحالة يدور المحرك بعد نشاط مرحلة 7 عادي لمدة ثلثواني وهذه الأفعال يسمي أفعال ذات زمن محدود معانتها كي تنشرط مرحلة 7 يدور محرك مي عنده مؤدلة كي يخلاص زمن تأجيل تعوى حيتوقف إذن كما كما لاحظت دي بي زيت تبقى مغذيت مي كام 4 رح نقطع له تغذية بعد انقضاء زمن التأجيل وهذه الأفعال يسمي أفعال ذات زمن محدود إذن لو كنسألكم سؤال استخرج معادلة دي بي زيت معادلة المخش دي بي زيت إذن دي بي زيت كون يتحكم فيها إكسة 7 لو كننقول لك استخرج كام 4 وش تقولي كام 4 وكتهي دور دور لما تكون 7 منشطة وهذا الشرط لازم يكون محقق إذن وش هي معادلة كام 4 هي 7 في تي بار هذي يسمي أفعال ذات زمن يتأخر مثلا ثلث ثواني وبعد ما يخلص ثلث ثواني يدور عشر ثواني عنده نشط محل سبعة وش نديره طريقة بسيطة جدا فيك آم 4 وش نديره نديره تي سلاش إكس ثلث ثلث ثواني في في ماذا تي سلاش إكس سبعة عشر ثواني منفية معانتها وش معانتها ديرو مؤجلات لولا غير منفية في ثانية منفية وهذا ما نشع نستعملهم بزاف بزاف وهنا جماعة تناميذ الأعزاء كملنا جزء الثلاث اللي وخاص بالأفعال تناميذ الأعزاء وهنا وصلنا الأهم جزء في هذا الفيديو وهذا الجزء الخاص بالمنفذات ذات تحاكم أحادي استقرار ومنفذات ذات تحاكم ثني الاستقرار تقطع على الوشعة المحرك يتوقف وكين تركيب أخرى عندها تحاكم ثنائي الاستقرار وشمعتها فيها وشعتين وشعة العمل ووشعة التراحة كنت تغذي وشعة العمل هذا التركيب يمشي وكنت تقطع تغذية على الوشعة العمل يبقى التركيب في حالة العمل بعد توقف هذا التركيب لازم تغذي الوشعة الثانية كما مثلا رافعة ثنائية الاستقرار تغذي الدي آزيت تخل الساقة رافعة تقطع لها التغذية تبقى الساقة رافعة في حالة عمل بعد ترجع الساقة رافعة لازم تدير تغذية العكسية تغذي الدي آزيت ناقص وفي هذا الفيديو التلميذي العزيز نحن نعطي لك سبع منفذات أكثر سبع منفذات طلبا في باكالوريا لازم نفهمه كامل بتفصيل إن شاء الله نبدأ بأول منفذ الأول منفذ وشعة هو محرك تحكم وحدة استقرار اتجاه دوارة واحد معنى هذا المحرك فيه وشعة وحدة تغذي الوشعة يدور محرك في اتجاه الأول تقطع تغذية الوشعة يتوقف إذا تلميذ الأعزاء نبدأ بأول منفذ هو عبارة عن محرك تحكم وحدة استقرار معنى فيه وشعة وحدة اتجاه دواران واحد تبغنط الوشعة يدور محرك تقطع تغذية الوشعة يتوقف تلقائيا إذا نجمع نخدم هذا لازم نعطيكم منورة هيكلية هذا النظام فيه محرك تحكم وحدة استقرار لازمنا كذلك دفتر الشروط ولازم كذلك جدول الاختيارة إذا تلميذ الأعزاء نريد أن نرسم المنمت منتع هذا نظام الآلي أول حاجة نروحوا دفتر الشروط نجزء عن طريق حروف الفصل وحروف الوصل نقرأ دفتر الشروط عند الضغط على زر تشغيل يعني النظام كان في حالة ابتدائية متوقف وشحي صرا يتم تقديم القطعة عن طريق بساط واحد إذن فعل الأول وشه هو فيه دوران المحري بعدها بعدها مع أن تفص مع أن تجي مرحلة لبعدها لمرحلة ثالثة تتيم عملية الطبع عن طريق خروز ساقة رافعة بي ثم وش معتها ثم كين مرحلة بعدها أخرى وش يصبح في المرحلة بعدها تعود رافعة إلى حالة الابتدائية وتنتهي الدورة من بعد تنميذ الأعزاء أنا وش نرسم نرسم متمن من وجه الأفعال هي المنافذات المتصدرة والاستقبالية هي الملتقطات إذن شندير في هذه الحلاء هذه المنافذات المتصدرة اللولها ونصبت هنا الأفعال والملتقطات UCLA يكن فيها الاستقبالية من الاسم تلميذ الأعزاء نرسمه من لهذا النظام هذا النظام يحتوي علي محرك ذو تحكم أحد إستقرار كيف–عرفت هذا المحرك تحكم أحد إذن هذا في المنافذات M1 محرك لا تزام من ثلاثة الطور. سيكون يتحكم فيه كام واحد ملامس كهروم ينطس. عندما نطلو اشياء كام واحد يدور محرك تقطع عليها التغذية يتوقف المحرك. هيا اول حاجة وش لازم نرسمه نرسمه مرحلة ابتدائية. هي عبار مربع مزدوجة رقمها برقم صفر. هذه مرحلة ابتدائية لازم تكون عندها استقبالية. وشية الاستقبالية رح نقرأها من دفتر الشرط. عند الضغط على زر تشغيل دي سي اي جريك. معنا هنا استقبالي دي سي اي جريك. ويجب ان يكون النظام مهيئ. كوني بيلي نظام مهيئ? هي الملتقطات المغلقة في حالة راحة. اذا بي عاشة مغلقة في حالة راحة. لانه رافعة في حالة راحة. اذا وشية الاستقبالية هنا يا. نكتبه مع بعض. دي سي اي جريك في بي عشرة. من بعدها رح نقرأه دفتر الشرط. بعد ما نضغط على زر تشغيل دي سي اي جريك. ما الذي يحدث? يتم تقديم القطعة عن طريق بي ساطة واحد. كوني مسؤول عن تقديم القطعة? اللي هو البي ساطة واحد. البي ساطة كوني يتحكم فيه? تحكم فيه محرك ام واحد. وبما انه على ناس ممتمن منجة نظر جزء التحكم. اذا في المرحلة واحدة وش نكتبه الفعل? نكتبه الفعل كام واحد في المنافذات المتصدر. اذا الفعل الاول هو كام واحد. من بعدها تلميذي العزيز نسأل رحي السؤال. هذا المحرك تحكم تعوق احد استقرار? وش معناته? لازم هذا المحرك لازم يتوقف اي لحظة. سؤال مما تروح متى يتوقف المحرك? اذا وش لازمنا نشوف المناولة هيكلية? وش معناته? بساطة يمشي يدور المحرك ام واحد. بعدها قطعة تمشي تمشي تمشي. وكتبه توقف حتاني دي داكتية سي بي واحد. اذا سي بي واحد هو شرب توقف المحرك. بما انه محرك اوحادي استقرار في المرحلة الموالية نقطع له التغذية. بس كو اوحادي استقرار. مرحلة واحد تغذيها محرك دول. مرحلة اثنين ما تكتبش كام واحد. ما تديش استمرار تغذية كام واحد. لازم ما تديش فعل كام واحد. بمجرد انه ما تديش كام واحد. معانتها تقطع التغذية على المحرك. والمحرك يتوقف تلقائين. هذا هو تحكم اوحادي الاستقرار. بعدها وش يصر التلاميذي الاعزاء? بعدها تتيم عملية طبعا طريق خروص رافعة بي. وش معانتها? هذه القطعة تمشي 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 تمشي. وكتبت توقف هذه القطعة حتى نددكت لها سي بي واحد. اذا وش يتقابلين هنا يا? قابلين هنا يا سي بي واحد. من بعدك يتوصل القطعة امام رافعة. وش يحدث? قالك بعدها تتيم عملية طبعا طارق خروص ساق رافعة. من بعدها روحوا الساقة رافعة بي. هل هي اوحادة استقرار ولا ثنائة استقرار? وش تلاحظوا رافعة بي? رافعة بثنائة المفعول. وش يوتحكم بتحها? دي بي ناقص و دي بي زايد ثنائي الاستقرار. اذا حاب تخرج ساقطها غضي دي بي زايد. اذا حاب ترجحها غضي دي بي ناقص. تلاميذي الاعزاء. بعد ما عرفنا رافعة ثنائية الاستقرار لازم نركزوا على الملتقطة. كما كنت تلاحظوا بما انه رافعة ثنائية الاستقرار على الاقل تحتاج ملتقطات. كما هنا وش عطال يعطالي ملتقط بي عشرة وملتقط بي حدا وش وظيفة ملتقط بي عشرة ووش وظيفة ملتقط بي chain? بي astronちゃん يبيل اللي نهاية خروز ساقة رفعة. وبيع عشرة يبيل لي نهاية دخول ساقة رافعة. اذا بي عشرة بيلي بي ليا رفعة دخل تحتها لطرحة في حالة فsheة. وباحدة وش معينته نهاية خروز ساقة رافعة. اذا في المرحلة الثنين وش نكتبه في فعل دي بي زيت دي. وش معينة وهي ستربتوه? الرافعة ب زيت شمعين خروج. بعدها كي تخرج الساقة رافعة جمعا. وقتها تنتهي عملية الطبع عند خروج ساقة رافعة والضغط على المرتقض بـ 11. إذا هنا استقبلي وشي هي. إذا استقبلي هنا وشي هي. لي بـ 11. بعدها تلميذ الأعزاء تجي مرحلة ثالثة. وشك لكم تتمو عملية طبعا تارك خروج ساقة رافعة بكملناها. ثم ثم معتها تجي مرحلة ثالثة تعود رافعة إلى حالتها الابتداء. بما أنه رافعة ثنيعة الاستقراء لو كما دلها اشتغذية دي بي ناقص ما ترجعش. بس كو ثني كي تستغر فيها ذاكرة. إذن فعل في المرحلة الثلاثة وشي وتغذية عكسية الرافعة عن طريق بي ناقص. إذا في المرحلة الثلاثة وشي نكتب نكتب d. بي ناقص. مبعدة ما يبيلي باللي الساقة رافعة نرجعها ترجعها حتى تضغط بي عشرة. إذا الملتقد بي عشرة ما شو بيلي نهاية الرجوع الساقة رافعة بي. إذا استقبلي هنا هنا يكتب بي عشرة. مبعدها وشي كالكم ثم تعودوا رافع إلى حالة ابتدائية. وصلنا بي عشرة. وتنتهي الدورة. بما انه تنتهي الدورة ونعودوا نرجع المرحلة الابتدائية بهذا الشكل ومتنساوش ديروا سهم التوجيه بهذا الشكل وهنا جمعنا كملنا متمن نظام يحتوي على محرك يدور في اتجاه واحد تحكم احادي الاستقرار تلميذي الاعزاء بعد ما خدمنا المتمن ارواحون ديروا المحاكاة سيميلاسي وشوفوا الخدمة تعنصحة ولا لا لا فالمرحلة ابتدائية تكون منشطة عند الضغط على DCY وب 10 محاققة ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة واحد وتخمل مرحلة صفر عندما تنشط مرحلة واحد تغذي كام واحد وبالتاني ما الذي يحدث؟ يدور انفراد بهذا الشكل واعند الوصول القطع الى ملتقدة CPY واحد يصبح un CPU C1 والمرحلة واحد منشطة تنشط مرحلة اثنين وتخمل مرحلة واحد فتقطع التغذية على المحرك كام واحد فهي توقف المحرك وعندها تغذية مرحلة اثنين تغذي DBZ مما يؤدي الى خروص ساقة رفعة بهذا الشكل ما الذي يبين نهاية خروج ساقة رفعة اللي هو بي حداش إذا بي حداش يصبح يساوي واحد بي حداش يساوي واحد مرحلة ثنين مناشطة ترشط مرحلة ثالثة وتقطع تغذية على دي بي زايد كي تقطع تغذية على دي بي زايد ساقة رفعة ما ترجعش لأنه ثنائية الاستقرار بعد ترجعها لازم في المرحلة الثلاثة تكتب دي بي ناقص تغذية العكسية عند تغذية دي بي ناقص ما الذي يحدث تعود الساقة رفعة وعنده ضغط على بي عشرة ما الذي يحدث بي عشرة محقق ومرحلة ثلاثة مناشطة تنشط مرحلة ابتداء الصيفة وتخبر مرحلة ثلاثة وتقطع تغذية على دي بي ناقص إذا خدمتنا رهي صحيحة ونروحوا المثال اللي بعده الثالث الثاني اللي هو محرك تحكم وحد استقرار يضور في اتجاهين بما أنه محرك يضور في اتجاهين محرك يضور في اتجاهين يتغذيك الوشاء على هذي وش معنتها تحكم احادثة تغذي احد الوشاء يشتغل المحارك بقطع التغذية على وشاعتين يتوقف المحارك. تلاميذ الاعزاء كيف نرسم المتمن وكيف نتعامل مع المحارك يضع في اتجاهين? اذا اول حاجة وش هم يعطيك? يعطيك مناولة هيكلية كما كم تلاحظوا هنا وش عندي عندي نظام آلي. هذا النظام آلي وش وظيفة? ووظيفة تتحكم في الباب عن طريق فتح والغلق. اذا دار محارك في اتجاه الاول يفتح الباب. واذا دار في الاتجاه الثاني يغلق الباب. بنا نرسم المتمنى تلاميذ الاعزاء. اول حاجة لازمنا لازمنا دفتر الشورو كما قبل. وثاني شيء احضار جدول اختيارات التكنولوجيا كما كم تلاحظوا. ام هو محارك لا تزامن ثلاث الطور. كيروحوا المنافذات المتصدر اش راح نلاحظوا. لاحظوا باللي كينا وشيعتين. كام دروات وش هي هو ملامس فتح الباب. وكام قوش هو المنامس غلق الباب. على هذي وش نقوله محارك يضرب اتجاه. كذا لازم نوشيعة. لازم نوشيعتين. كيف نصرف ونرسمه المتمنى. طريقة بسيطة جدا. اول حاجة نروحوا دفتر الشروط ونقسموها عن طريق حروف الفصل وحروف الوصل. هاي نقرأ مع بعض. وش قلنا? في الحالة الابتدائية يكون الباب مغلقا. وعند حضور الشخص امام خلية سيبي. هذا الشخص لازم يمر على خلية سيبي. وش هي صارة نظام كامل متوقف. واش معنات هاذي كامل? مرحلة ترح. عندها حضور الشخص امام خلية سيبي. وش هي صارة? يفتح. معناتها مرحلة الموالية. واش فيها? فيها فعل واحد. اللي وفتح الباب عن طريق المحركة. ام. اذا اوش هي صار في المرحلة الموالية? يفتح الباب عن طريق المحرك ام. وعندها الضغط على ا. هذا المحرك يتفتح يتفتح يتفتح. حتى يضغط على الملتقة ا. هكذا. وعنده الضغط على ا يتوقف وبمجرد غياب الشخص عن الخلية وش معانتها؟ شخص هذا يكون cp تساوي الواحد بمجرد غياب عنها معانتها يدخل على الباب ويفوت خلية cp تولي cp bar حضر الشخص معانتها cp 1 غياب الشخص معانتها cp 1 bar وعندها غياب الشخص معانتها cp bar يغلق وش معانتها مرحلة الموالية حيكون فيها فعل واحد أخر يغلق الباب وتنتهي الدورة إذن هاي تلاميذي الأعزاء نبدأ ونخدمه المتمن إذن ونروحوه للجدول الاختيار التكنولوجيا رح نصمت من وجهة نظر جسء التحكم إذن في المنفيدات المتصديرة واش نكتبه؟ نكتبه الأفعال وفي المنتقي طبش نكتبه؟ نكتبه الاستقبالية عاية تلاميذي الأعزاء نبدأ ونرسمه مرحلة ابتدائية نرسمه مربع مزدوجه رقمه برقم صفر معانتها هنا نظام يكون متوقف ويكون هذه المرحلة منشرة إذن هذه المرحلة يجب أنها تكون قابلية باهم نروح المرحلة واحد واش هي الاستقبالية؟ الاستقبالية الأولى واش هي 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 سي بي هي حضور الشخصة والاستقبالية الثانية لازم دي تكون واحد منطقي لازم باب يكون مغلق كما كنتم تلاحظو هنا باب مغلق من بعدها نجي المرحلة واحد أول فعل لاحظناه واش قال لك يفتح الباب إذن اروح منفيدات المتصديرة نحاول سألهم الملامس المسؤول عن فتح الباب كما كنتم تلاحظو كأم ضروات ملامس فتح الباب إذا في المرحلة واحدة وش نكتبه أم دروات من بعد التلميذي الأعزاء لكل فعل لازم عنده نهاية معانتها كي تفتح الباب لازم عنده نهاية الفتح كما شفناها في الدفتر الشروط يتفتح الباب يتفتح حتى أن يضغط على ملتقط A إذا نلقى بليه وش نكتبه؟ نكتبه ملتقط A ونزيد لها CP بار لماذا؟ لأنه بعده وش كالك؟ وش كالكم؟ يفتح الباب عن طريق المحرك وعند الضغط على A يتوقف وبمجرد غياب الشخص، الشخص وش هو؟ هو CP بار CP وش معنتها حضر الشخص؟ غياب الشخص معنتها CP بار وش معنتها؟ لازم الباب يكون مفتوح ضغط على A ولازم CP بار مكنش الشخص بها هي تغلق لو كان مثلا يعد الشخص موجود الباب يبقى ديما مفتوح ما يتغلقش إذا تلميذي الأعزاء القابلية A وغياب الشخص من بعد تلميذي الأعزاء نجي مرحلة اثنين مرحلة اثنين وش راح نديره فيها نغلقه فيها الباب وروحوا الجدول التيارات التكنولوجية كما كم تلاحظوا غلق الباب يكون مسؤول عليه كام قوش إذا في المرحلة الثانية وش نكتبه؟ نكتبه كام قوش بعدها كي تغلق الباب وش يضغط يضغط على ملتقط دي إذا استقبالية وش هي نهاية غلق الباب هو ملتقط دي ومن بعدها وين نعود ونرجع الحالة الابتدائية وما تنساوش السهم التوجيه كان ملاحظة تلميذي الأعزاء كنت قاد نزيد مرحلة أخرى مرحلة دي فارغة وش كنت ندير في المرحلة واحد ندير كام دروات وبعدها وش ندير ملتقط آ وبعدها دير مرحلة ثنين فارغة وبعدها جي سي بي بار وبعدها جي مرحلة ثلاثة ندير فيها كام قوش وبعدها دي ونرجع الحالة الابتدائية من وش الهدف التعلي هكذا هنا الهدف تعليا نوريكم كيف نخدمه ما تمانك يعد فيه محرك يضر في إتجاهين معنا تجدها كان فعل كان فعلين فعل أول كام دروات وفعل الثاني كام قوش هذا بنسبة الواج تنميذ الأعزاب بنسبة المحرك وحادي استقرار في وشعاتين اتجاه الأول وإتجاه الثاني بنا نعرف خدمتها نصحها نروح نديره سيميلاسيو إذا المرحلة ابتدائي وش يكون نظام متوقف عندها حضور الشخص كما كم تلاحظوا عندها حضور الشخص هنا وش يدي دكتي هجمعي يدي دكتي سي بي واحد وبما أنه دي سوي واحد بما أنه استقبالية محققة وش هي صراحة تنشط مرحلة واحد وتخمل مرحلة الصفة كي تنشط مرحلة واحد وش تغذل كام دروات معانتها المحرك يدور في اتجاه الأول وش هي صراحة يتفتح الباب وكي يضغط على اواحد إذا هنا وش تلاحظوا مرحلة محققة و اواحد محقق مي سي بي بار مش محققة معانتها يبقى الباب دي ما مفتوح لازم حتى يفوت الشخص بعدها وش يدي الشخص يدخل كي يدخل الشخص وش كم تلاحظوا هنايا كما كم تلاحظوا السي بي وش واللات ولا السي بي بار وش معانتها الشخص غير موجود إذا وش صراحة ا محققة و سي بي بار محققة ومرحلة واحد منشطة وش يصراح تنشط مرحلة اثنين وتخمل مرحلة واحد وش رح ندير نقطع وتغذي على كام دروات ونغذي كامجو ش رح نعكسه الطورين إذا الباب وش رح يصراح حيتعكس يتغلق يتغلق حتى يضغط على دي بمجرد أنه ضغط على دي مرحلة اثنين منشطة ودي ومنشط وش حسرا تنشط مرحلة ابتدائية وتنتهي الدورة هذا بنسبة لواش محرك يدور فيه اتجاهين تلميذي العزيزة ربعة ثلاثة سوف ندرس رافعة ذو تحكم ثنائي الاستقرار وش معانتها رافعة تحكم ثنائي الاستقرار معانتها فيها وشعاتين دي سي زايد ودي سي نقص إذا حابت خرج الساقة رافعة غضي دي سي زايد لو كانت قطع التغذية على دي سي زايد رافعة دبقة ديما في حالة خروج وديما في حالة العمل لأنه موزع ثنائي الاستقرار فيه الذاكرة بها نعود ورجعوا الساقة رافعة حالة راحة وندخلوا ساقتها ندروا التغذية العكسية عن طريق دي سي ناقص هيا تلميذي العزيزة نعطيكم نظام آلي كما كنت لاحظوا هذا نظام آلي وش لازم نعطيكم دفتر شروط وجدول اختيارات أستاذ كيف نخدم المتمنتع هذا النظام طريقة بسيطة جدا أولا نقرأ دفتر شروط ونقسم حروب في الوصل وحروب في الفصل هيا نقرأ مع بعض عندما تكون القطعة أمام رافعة سي شكنت ديكتها ديكتها الملتقة سي بي صحيح تو والضغط على زر تشغيل دي سي إغراق ما الذي يحدث هذه المرحلة الابتدائية كي تحقق دي سي إغراق ما الذي يحدث يتم يعني في المرحلة واحد وش هم الأفعال يتم دفعها إلى الأمام هذه القطعة يتم دفعها عن طريق خروص ساقة رافعة سي من بعدها وقتها تنتهي نهاية خروج ساقة رافعة سي عندها ضغط على ملتقة سي واحد وعندها ضغط على سي واحد ما الذي يحدث تعود ساقة رافعة مع أنها دخول ساقة رافعة تدخل 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 حتى تضغط على ملتقة سي زيرو مجرد أنه تضغط على ملتقة سي زيرو تنتهي الدورة هنا قسمنا دفتر الشروط ثاني حاجة رحوا جدوى الاختيارات أحنا صمت من وجهة نظر التحكم إذن منافذات المتصدرة هي الأفعال والملتقة التوشية هي الاستقبالية وكما كم تلاحظوا بمجرد أنه مدلك رافع أقرار منافذات المتصدرة وما قالكم؟ سي رافع ثنائية المفعول وروحوا للمنافذات المتصدرة موزع ثنائي الاستقرار دي سي زي للخروص ساقة رافعة ودي سي ناقص للدخول ساقة رافعة وروحوا لملتقة سي صفر يعني نهاية الدخول ساقة رافعة وسي واحد نهاية خروص ساقة رافعة وملتقة CP يكشف عن القطع هيا تلاميذ الأعزاء نبدأ ونرسمه أول حاجة نرسمه مربع مزدوجة رقمو بصفر ثاني حاجة نبدأ بالاستقبالية هنا النظام يكون متوقف في حالة راحة بايمشي نظام وش لازم لي لازم لي نضغط على دي سي إيقالك شرط الأول وشارط الثاني وشي هو وجود القطع اللي يدكتها ملتقة CP وشارط الثالث لازم يكون نظام مهيئ شكون يبيلي نظام مهيئ الملتقة المضغوط في حالة راحة كما كنت تلاحظون مغلق في حالة راحة يبيلي باللي رافعة في حالة راحة إذن كنا هنا استقبالية كان يتلعث إذن وش هما دي سي إيقارك في الملتقة CP في سي زيرو بعدك يتحقوا هذا الشروط في المرحلة واحد أول فعل وش قال لكم قالكم يتموا دفعها إلى الأمام عن طريق خروج ساقة رافعة إذا في المرحلة واحد وش نديروا نديروا دي وش معتها دي ستريبتور سي رافعة زايد وش معتها خروج لكل فعل نهاية الفعل وش هو نهاية خروج ساقة رافعة عند الضغط الملتقة سي واحد إذن وش هي الاستقبالية المرحلة واحد اللي هو سي واحد بعدها كملنا مرحلة واحد وش تجي مرحلة ثلين وش بعده وش قال لكم كي تلغط على سي واحد يتم رجوع ساقة رافعة وبما أنه رافعة ثونية الاستقرار لو كان ما نديروا دي سي ناقص دي قادمة في حالة العمل بسكوا عندها الذاكرة إذا في المرحلة الثانية وش لازم نديروا التغذية العكسية دي ستريبتور سي ما وش معتها دخول ساقة رافعة والنهاية الدخول عندها كذلك ملتقة اللي هو الضغط على ملتقة سي زيرو لبي لبلي عود دخل ساقة رافعة إذا هنا قابلية ولا استقبالي وش هيها سي زيرو وبعدها كين كملو جمعه نعود إلى حالة الابتدائي تنتهي الدورة بهذا الشكل وما تنسوش سهم التوجيه هذا هو متمن رافعة تحكم تحت هنا الاستقرار وش هنلاحظنا خروج لازم نكتبه كفعل والدخول كذلك نكتبه كفعل جمعه بهنا نفهمه أرواح نديره سيميلاسيو إذا في المرحلة الابتدائي تكون منشطة يكون نظام متوقف عند تحقيق دي سي اي جراجو سي بي و سي زيرو ما الذي يحدث تنشط مرحلة واحد وتخطم المرحلة الصفر مرحلة واحد وش تدير تغذي دي سي زين وش راكم تلاحظوا هنا ملمس اكس واحد ما يفتفح هذا الطرحة تلاميذ الأعزاء ركزوا معي من حقبل ما نغلقه شوفوا في حالة الابتدائي شوفوا الموزع هذي بي بنيوماتيك وهو الكمبريسور للميت للهوا الهوا يدخل إلى غرفة أمامية والغرفة الخلفية بش بربوطة مربوطة بفتحة تسريب الهوا وبالتالي السقرة في عدية ما تبقى داخله مجرد تنشط مرحلة واحد هذا الملمس اكس واحد وش راح يصاره يتغلق كي تغلق احت مغنط الوشع هذا الموزع حيتقدم بخطوة كيتقدم بخطوة وش راح يتلاحظوا تعكسة بنيوماتيك وفتحة تسريب الهوا وبالتالي الهوا وش ولا يدخل يدخل الغرفة الخلفية والغرفة الأمامية مربوطة بفتحة تسريب الهوا وش راح يصاره هنا تخرج الساقة هذه هي البنية الداخلية تا الموزع هنا وش أعطيتكم مجمع أعطيتكم المنفذ وأعطيتكم موزع بتفهموا كيف هيخدم الموزع مع رافعة بعدها كيتخل الساقة رافعة وش تضغط تضغط على سي واحد مرحلة واحد منشطة سي واحد محقق ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة اثنين وتخمل مرحلة واحد كيتخمل مرحلة واحد هذا الملمس شو يصار لوجمع يتفتح والملمس اكس اثنين يتغلق إذا نشعكم تلاحظوا غذية الوشعة الثانية هذه الوشعة الثانية كيتغذية دي سي ناقص شو حدير سترجع للموزع الحالة الابتدائية بعد ما رجعت الموزع سترجع للمرحلة الابتدائية بنوماتيك باش مربوط مربوط بالغرفة الامامية الهواء يروح للغرفة الامامية والغرفة الخلفية مربوطة بفتحة التسريب وبالتالي الهواء في الغرفة الامامية يدفع الميكبس وبالتالي يحدث عودة للمرحلة رافعة سي ومن بعدها كيتغط على سي زيرو بما أنه مرحلة اثنين منشطة سي زيرو محقق ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة ابتدائي السفر وتخمل مرحلة اكس اثنين ويتفتح الملمس هذا هو الشرح رافعة تحكم تحاثنائي الاستقرار الأفعاد دي سي زايد و دي سي ناقص يدخلوا في المتمان هاي جمع روحوا اللي بعدها اللي بعدها رافعة ذو تحكم وحادي استقرار فيها دي سي فقط وهنا كين تلميذ بزاف يغلطوا فيها كي يقولوا أرسم متمان نظام أليو فيها روافع وحادي استقرار يغلط في المتمان وكين حتى الأساتذة يغلطوا فيها على هذه التلاميذ الأعزاء وأساتذة ركزوا معي أمليه إذن أعطيتكم هذا مثال أعطيتكم هنا دفتر الشروط وهنا جدول الاختيارات رحين نرسم المتمان لهذا النظام هذا النظام مش فيه رافعات تحكم بتاعها أحادي استقرار كما كم تلاحظوا هذا الموزع كما كم تلاحظوا فيه فيه دي سي زايد فقط الجهة اليسرى ومنه وشكين نابض يرجع واشه معناتها إذا حاب تخلص ساقة رافعة غذي دي سي زايد ولا دي سي فقط كما يسموها في بعض الأحيان في الجدول التكنولوجية لو كانت حاب ترجع ساقة رافعة أقطع التغذية على دي سي فقط هذا النظام يرجع يرجع الموزع ورافع ترجع تلقائيا سؤال مطروح كيف نرسمه المتمان كتعود رافعة وحادية الاستقرار هذه تلاميذ الأعزاء نقارد دفتر الشروط مع بعض عند الضغط على زر التشغيل دي سي إيران وبالطبع لازم قطعة تكون موجودة واشه يديدكت القطعة عن طريق خروج رافعة سي إذن في المرحلة واحد كين فعل واحد واشي هو تغذية ساقة رافعة اللي هو يتم خروج ساقة رافعة سي وتدفع القطعة للمثبت بهذا الشكل بعدها معناتها مرحلة ثانية واشي يكون فيها يتم تبريدها تبريد القطعة عن طريق شفارات المروحية لمدة قدرها ثلث ثواني مع استمرارية تثبيت القطعة جمعنا رافعة أحدية استقرار شمعناتها تغذيها ثبت القطعة لكن تقطع لها تغذية احتراجع تلقائيا لازمني هنا استمرارية تثبيت القطعة إذا واشي قلنا في هذه الحالة يتم تبريدها عن طريق شفارات المروحية لازمني فعل الأول واشي هو تغذية المحارك بها يبرد القطعة وكين مؤجلة فيها ثلث ثواني واستمرارية تثبيت القطعة لماذا؟ لأنه يرافع هذه أحدية الاستقرار وعند انتهاء زمن تأجيل بعد نهاية الثواني واشي حسراء وعند انتهاء هذا الزمن تتوقف المروحية مع أنها نقطع لها تغذية ما تهمناش وتعود الساقة رافعة هنا ساقة رافعة نقطع لها كذلك تغذية ما هي منيش رجوع انتحب بسكولها شكني رجح إذا رجح نابض ارجع وتنتهي الدورة بعدما كمانا دفتر شروط روحوا المنفذات المتصدرة نكتبوا لها الفعال رحنا صمت من نجد نظر جزء تحكم كما كم تلاحظوا هنا رافعة فيها دي سي فقط تعال خروج فقط دخول ما عندناش عندي كأم محرك واحد يستقرار به دور تعال مر واحد تبريد وتي واحدة لها مؤجلة هنا وش تكتبوا الافعال رحوا الملتقطات عندي سي واحد هنا رافعة كين غير ملتقط واحد هو ملتقط العمل فقط أما ملتقط رجوع ما يهمنيش لأنه رافعة واحد استقرار رجوع هيكون تلقائيا هيكون ذاتيا هنا وش عندي ملتقط سي بي تعال وجود قضاء أمام رافعة وعندي تي واحد اللي هو ثثة ثوني إذا هنا لونها ونكتبوا الاستقبالية هيا نبدأ نرسمو أول حاجة نرسمو مرحلة يبتدي مربع مزدوج نسميها رقم صيفة بعدها نديروا الاستقبالية وش هي الاستقبالية باين في النظام الضغط على دي سي إغرق ووجود القطعة ما يريد لي وجود القطعة اللي هو ملتقط سي بي إذا هنا وش تكتبوا نكتبوا دي سي إغرق فا سي بي بعدها تنشط مرحلة واحد مرحلة واحد مرحلة واحد ماذا قلت لكم يتم تثبيت القطعة عن طريق خروج رافعة سي وش معنى لازم نغضي الموزع دي سي بها تخرج الساقة رافعة إذا هنا وش نكتبوا دي سي ولا دي سي زايد على حسب ايما وش يمدها لك في الجد والاختيار نقطها لي دي سي نكتبوا دي سي كتب لي دي سي زايد نكتب دي سي زايد من بعدها شكونا المرتقطيبية اللي باللي نهاية خروج ساقة رافعة اللي هو سي واحد إذا هنا وش نكتبوا سي واحد بهذا الشكل من بعدها في المرحلة الثنين ما الذي يحدث يتم تبريدها عن طريق شفارات المروحية معنى المحرك نغضيه وهذا المحرك وحادي استقرار كده لازم للمدة لازم له ثلاث ثواني واستمرارية تثبيت القطعة لماذا لأنه رافعة جماعة وحادي استقرار لو كان ما تدرش تكرار الفعل دي سي زايد في المرحلة الثنين في المرحلة الثنين رافعة ترجع الحال ترجع ترجع تلقائيا إذا هنا كده كان فعل كان ثلاث أفعل الفعل الأول استمرار التغذية ترافعة أحادي استقرار بسكرها أحادي استقرار لو كان ماندي شدي سي راح ترجع تلقائيا ثاني حاجة تغذية المحرك عن طريق الكآم وثلاث حاجة زمن تأجيل تي واحد قدره ثلاث ثواني من بعدها ترميذ الأعزاء مرحلة الثنين متى تنتهي عندما ينتهي زمن تأجيل كيف نكتب زمن تأجيل نكتب هنا تي واحد سلاش زمن تأجيل المرحلة الثنين نكتب ايكس الثنين سلاش كما زمن تأجيل ثلاث ثواني من بعدها كينتهي الزمن تأجيل شو قالكم تتوقف الميروحية أسكوه من التوقف الميروحية محرك أحد الاستقرار أقطع له التغذية يتوقف ميهم منش توقف عودة الساقة رافعة كذلك أحد الاستقرار حيرجح النابض يرجع ما يهمنيش الرجوع إذن مباشرة معناتها من تي واحد وش راح نرجع روحوا المرحلة الابتدائية مباشرة ركزوا معي مليح تلميذي الأعزاء ذلك تفهموا إذن في المرحلة يبدأت تكون منشطة كيتحقق DCY ومنتق CP وش تنشط مرحلة واحد مرحلة واحد وش تدير راح تغذي DC راح تغذي إذن هنا على هذي تغذى الوشيعة الموزع سيتقدم خطوة كيتقدم خطوة وش يولي الهواء هذا يروح الغرفة الخلفية يدفع المكبس وبالتالي ما الذي يحدث وإستمر راح إلى غاية ضغط على C1 بمجرد أنه تضغط على C1 C1 شبه محقق تنشط مرحلة اثنين مرحلة اثنين بما أنه راح فيها واحد يستقرار لازم استمرار رية تغذية تحبب تتعاون تشترجع مع أنت استمرار التغذية الكأم وT1 وش يصر إذن شح يصر جماعة يتفتح الملمس X1 ويتقلق الملمس X2 ويدور المحارك واستمرار التغذية رافعة لمدة قدرها قده 1 2 3 ثلاثة ثلاثة كي ينتهي زمن تأجيل ثلاثة ما الذي يحدث ركزوا معي مليح صحيح وكي ينتهي زمن تأجيل تعاود تنشط مرحلة واحد وتخمل مرحلة اثنين جماعة تلميذ الأعزاء تخمل مرحلة اثنين ما الذي يحدث هذا الملمس هذا شوف معي مليح وشي صال لكي يتفتح والمحارك يتوقف وبما أن قطعت التغذية على هذا الموزع هذا النبض أرجع وشي يدير شوف شي يدير يعيد الموزع إلى حالة ترجع في المرحلة الابتدائية من يهم رجوع أنتح إذا تلميذ الأعزاء هنا في الرافع أحد الاستقرار رجز عليها من يحمل هذا هو المتمنتح إذا كانت استمارية تغذية لازم ديها في المرحلة اللي بعدها ومرحلة اللي بعدها تكرار إذا حاب ترجح ما تدير هاش كافية رجوع التح ما دي سي ناقص ما كاش دي ناقص هذا بنسبة رافعة تحكم تح أحادي الاستقرار روح لبعدها ربعة خمسة الحنفية الكهربائية إلكتروفان المتحكم فيها بمؤجلة وهذه الحنفية تحكم تحكم وشيء أحادي استقرار معتها إلكتروفان هذا في وشيعة وحدة تغذية الوشيعة يتفتح إلكتروفان تقطع التغذية على الوشيعة يتغلق إلكتروفان أعطيتكم هذا المثال أول هذا دفتر الشروط وهذا جدول الاختيارات أول حاجة هنا أسمو المتمن نقسم دفتر الشروط وش قلنا عند الضغط على زر تشغل ما الذي يحدث يتم تقديم الدلو عن طريق بيساط وحد إذن هذا يقدم بيساط هذا رقم وحد وبيساط يتحكم في المحرك يمشي هذا الدلو يمشي هذا الدلو يوصل ملتقة CP1 وش راح يحدث بعدها تتم عملية المل عن طريق كهروصمم وفي 1 لمدة ثلاث ثواني بما أن كهروصمم وحد استقرار يرفق مؤجلة يميزان إلكتروني أنا أبدأ يكون بالمؤجل مع أن هذا إلكتروفان تغذي ثلاث ثواني بعد ثلاث ثلاث ثواني تغلق تلقائيا وغلق وميهم نشبسكو وحد الاستقرار وبعدها تنتهي الدورة إذن بعدها تنتيم عملية المل عن طريق كهروصمم إلكتروفان لمدة ثواني بعدها ينتهي الزمن التأجيل وبعدها تنتهي الضور بعدها تلميذ الأعزاء ورحوا المنفذات هذه لونها بلون الأصفر كما تلاحظوا المحرك كام وحد استقرار إلكتروفان كذلك وحد الاستقرار تغذيه يفتح الإلكتروفان الدلو وزمن تأجيل قدره ثلث ثوان هاي نبدأ نرسمه إذن نرسمه مربع مزدوج ونرقمه بمرحلة صيفر بهذا الشكل وبعدها نديره استقبالية واشي استقبالية إذن استقبال لازم يكون نظام مهيئ هنا ما عندي ملتقطات لتبعي لنظام مهيئ مضغوط في حال طرح واش نحتاجه نحتاجه غير إذا نكتب من بعدها في المرحلة واحد نقرأ مع بعض واشيقلكم كنت ضغط على يتم تقديم الدلو عن طريق بيساط واحد مع أن تشكين يمشي الدلو اللي هو المحرك وكتهي توقف هذا المحرك عندما وصول الدلو إلى إذا في المرحلة واحد نكتب تغذية المحرك لتدوير البيساط متى يتوقف المحرك عندما يتحقق الملتقط كهرور صمام وفي واحد لمدة ثلث ثواني إذا هنا كين فعل هجمع كين فعلين مع بعض فعل أول واشي هو هو كاو في واحد اللي هو تغذية كهرور صمام روحه المنفذات المتصد هاي مكتوبة كاو في واحد هذا كهرور صمام وحادي استقرار لازم ديله زمن تأجيل إذا كيف يتفتح مدة هذا كاو في واحد يتفتح منسكين سلاش لمن زمن تأجيل مرحلة إكس ثنين سلاش في الثواني من بعدها تلميذ الأعزاء عندما ينتهي الزمن في الثواني بعدها تنتهي الدورة إذا واش راح نرجع نرجع لحالة الابتدائية المرحلة الابتدائية وندير السهم التوجيه تلميذ العزيز به تفهم زين ستنعطي لك سيميل ونشوف خدمة نصحيحة إذا ركز مع الملح مرحلة يبتدائية تكون منشطة بعدها تنشط مرحلة واحد لازم تسوي واحد عند تحقيق تنشط مرحلة واحد وتخمل مرحلة الصفة مرحلة واحد تغذيلي تغذيلي كأم كيتغذيلي هذا كأم هذا المحرك راح يدور واش يصنع يصار يجيب شي بها وداله يتقرب حالتاني CP1 واش ركز تلاحظ مرحلة واحد منشط وCP1 منشط ما الذي يحدث تنشط مرحلة اثنين وتخمل مرحلة واحد مرحلة واحد كيتخمل تقطع التغذية على المحرك المحرك واش يصال يتوقف في المرحلة الثنين كان فعلين واش يموال فعلين اول حاجة تغذية كأو في واحد لمدة قدرها ثلاث ثواني كافية للملء الدلو كيتحقق زمن تأجي ولي الصفر ما الذي يحدث تنشط مرحلة صفر وتخمل مرحلة اثنين كيتخمل مرحلة اثنين واش يصال له هذا الالكتروفان تقطع عليه تغذية يتغلق تلقائيا بس كو احادي الاستقرار وهذا وهذه طريقة رسم المتمن لنظام اهلي فيه الالكتروفان واحد واثنين فيزوش احادي استقرار اذا كما كنتلاحظ هذا النظام فيه نظام الكيل وهذه الانظمة تجيب بزب 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 طريقة الكيل تحت دقيقة جدا اذا هذه المناولة هيكلية هذا دفتر الشروط وهذا جدول الاختيارات تنميذ العاز كيم لك الكتروفان واحد وإلكترو فان اثنين من أجل الكيل كيف ترسم الملء طريقة بسيطة جدا اول حاجة نقرأ دفتر الشروط عند الضغط على زر تشغيل ما الذي يحدث يتم تقديم الدلو عن طريق بساط واحد ليكشف عليه ملتق سي بي واحد وش معناتها تغذي المحرك ام يدور بساط بيقدم الدلو كيوصل سي بي واحد يتوق هنا تنتهي من مهمة المحرك ام بعدها معناتها مرحلة بعدها وش هو الفعل فيها تتم عملية الملء عن طريق كهر وصمام او واحد لمدة ثلاث 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 اذا مرحلة واحد فيها دوران المحرك مرحلة اثنين وش فيها الكتروفان واحد لمدة ثلاث 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 ومعناتها يتفتع الكتروفان بها كما تلاحظوا زمن تأجيل تثنين كي ينتهي زمن تأجيل ثلاث وبعدها تنتهي الدورة هذا بالنسبة دفتر الشروط رحوا جدول اختيارات كما تلاحظوا هنا كا ام ملامس المحرك كا او واحد كونتاكتور تاع الكتروفان واحد كا او في ثلاث هو كونتاكتور تاع الكتروفان ثلاث وتي واحد هي مؤجلة تاع الكتروفان والأول وتي ثلاث مؤجلة تاع الكتروفان ثلاث وهنا وهنا نكتبو الاكعال وهنا نكتبو الاستقباليات كما كما تلاحظوا زمن فتح تاع الكتروفان واحد ثلاث 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 متساوي اذا هاي التلاميذ الاعزاء نبدأ نرشمه اول حاجة نصبه مربع مزوج رقمه بالصيفان يتم فيها تقديم الدلو شكون يقدم الدلو اللي هو البساط شكون يتحكم في البساط او اللي هو المحارك اذا وش هو الفعل اللي هو كام فقط احنا نصبه متمنون نجي تنظر جزء التحكم لو كان نجي تنظر جزء منافذ اكتب لي محارك ام اوكي بعدها هذا المحارك وكتهي يتوقف حتى دلو يدكتيه الملتقط cp1 اذا استقبل يوشي نكتب هنا cp1 بعدها مرحلة اثنين مرحلة اثنين بعدها تتم عملية الملعى عن طريق كهرون صمم ov 1 لمدة ثلث ثوان اذا كده عندي فعل هنا عندي فعل اول هو kov 1 مع مؤجلة t 1 اذا كده كان فعلين 1 kov 1 مرفق بالمؤجلة 1 وkov 2 وكتهي عاود يتغلق عند نهاية زمن التأجيل اذا هنا نكتب t1 من سكيد سلاش هنا x2 سمحوا لي هنا x2 ماشي x3 سلاش ثلث ثلث ثوان بعدها كملنا مرحلة ثنين وش تجي مرحلة اللي بعدها ثلاثة ثم معتها مرحلة ثلاثة ثم يفتح كهرون صمم ثلاث لمدة ثلاثة 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 هذا هو من بعد تلميذ الأعزاب لا تنساوش سهل التوجيه وهذا هو المتمن لنظام آلي يحتوي على حنافيتين متحكم فيهما أو في واحد أو في اثنين على جبنان نزوج حنافية من أجل الكيل الدقيق تلميذ الأعزاب هنا فهموا أكثر أرواح من دير السيميلاسيو في الحالة الإبتدائية مرحلة الإبتدائية تكون منشطة كي نضغط على دي سي إيجاوك شاح يصرع احترشط مرحلة واحد وتخمل مرحلة الصفر مرحلة واحد تتحكم في الملامس الذي يتحكم في المحرك الآن وبالتالي ما الذي يحدث يدور البصار إلى غاية التقاط الدلوع عن طرق ملتقة سي بي واحد بما أن السي بي واحد يساوي واحد تنشط مرحلة الثنين وتقطع التغذية على واحد وبالتالي يتوقف المحرك في المرحلة الثنين يوجد فيها فعلين تغذي لي إلكتروفان واحد ويبدأ زمن تأجيل تي واحد وبالتالي وشاعة يتفتح يتفتح أو في واحد بهذا الشكل صحيتو عند نهاية زمن تأجيل ثلاث ثواني ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة ثلاثة وتخمل مرحلة ثلاثة وتخمل مرحلة ثلاثة كتخمل مرحلة ثلاثة هذا الإلكتروفان كتقطع عليه تغذية عاودي تغلق تلقائيا وفي نص الوقت في المرحلة الثلاثة تغذي لي كاو في ثلاثة لمدة ثلاثة كنتهي الزمن تأجيل تي اثنين محقق ومرحلة ثلاثة مناشطة تنشط مرحلة صفر وتخمل مرحلة ثلاثة ومجرد أنه تخمل مرحلة ثلاثة نقطع التغذية على أو في ثلاثة وبالتالي تغلق تلقائيا بهذا الشكل وهنا تلميذي العزيز كمنا متمن كيعود فيه إلكتروفان واحد أو في ثلاثة من أجل كيل الدقيق رحوا لي بعدها ربعة سبعة الحنفية الكهرباء أو في متحكم فيها بميزان بميزان وهذه الحنفية نوع تحق أحادي الاستقرار كما قلت لحظاتي تكونوا ناولة هيكلية هذا الدفتر الشروط وهذا جدول الاختيارات واش مطلب منكم رسم المتمن هيا تلميذي الأعزاء بحنا نرسم المتمن أول حاجة قراءة دفتر الشروط وتقسيمه عن طريق حرف الوصف والفصل هاينا نبقرأه مع بعض عند الضغط على زر تشغيل DCY وش يتم تقديم الدلو عن طريق بساط واحد ليكشف عليه المنتقد CP1 كما المثال الأول بعدها مرحلة بعدها مرحلة الأولى فيها دورة المحارك مرحلة الثانية بعدها تتم عملية الملع عن طريق كهر وصمام OV1 وعند وصول لوزن A1 إذا هنا وش راكم تلاحظوا كهين ميزان إذا هنا إلكتروفاني يتفتح وبعدها كينوصلوا الوزن A1 وش يصال الإلكتروفاني يتغلاق إذا وش ما قال لك وصول الوزن A1 يغلق وتنتهي الدورة بعدها ونروحوا المنفذات المتصادية نكتو عليها الأفعال كما كنت لاحظوا كاو في المنامسة إلكتروفان وكاام المنامسة المحارك وبالملتقي طب ش نكتبو نكتبو استقباليات CP اشتبيل لحضور دلو وA1 وصول الوزن المرجم إذا أول حاجة نرسمه مربع مزدواج نسميه A0 بعدها نضيره استقباليات تلميذ الأعزة النظام لا يمشي وش لازم نضغط على DCY ولازم يكون ميزان مهيئ لازم يكون وزن أرعوه في A0 ما عن تهمكيش ميزان وش يساوي 0 كيلوغرام بهذا الشكل إذا هنا وش هو A0 ندخلوها في Condition Initial وهذا Condition Initial جماعة نحن نحكو عليهم بتفصيل إن شاء الله في الحصص المقبلة إن شاء الله ما تقلقوش إذا أول فعل وش هو مرحلة واحد وش هو يتم تقديم الدلو شكل مسؤول عن تقديم الدلو اللي هو البساط شكون يتحكم في البساط المحرك والمحرك شكون يتحكم فيه KM في المنفذات المتصدح إذا هنا وش تكتبه KM متى يتوقف المحرك عند وصول ملتقة CP1 إذا هنا وش تكتبه CP1 بعدها وش تجي مرحلة ثنين مرحلة ثنين وش سيكون فيها يكون فيها ملء الدلو عن طريق إلكتروفان واحد إذا سيكون فيها فعل واحد فقط كاش مؤجلة كما شفناها في المثال اللي قبله إذا سيكون في المرحلة الثنين سيكون فعل KOV فقط بعدها KOV وقتها يتغلق عند وصول الى وزن المرجو وش هو الوزن المرجو اللي هو A1 بعدها هنا يوجد لكم كي نوصل الى A1 يغلق يغلق كهرو صمم هنا ما يهمنيش الغلق تتاعه بسكو عليه لأنه أحادي استقرار تقطع له تغذية تغلقة للقائية إذا من من استقبالية هذه ونعود ونرجعه نرجعه مرحلة الابتدائية بهذا الشكل وما ننسوش السهم تلميذ الأعزاب هنفهمه نعطيكم السيميناسيو إذا أول حاجة مرحلة يبتدائية منشطة لكي يشتغل نظام DCEG لازم تكون واحد وA صفة تساوي واحد وبالتالي تنشط مرحلة واحد وتخمل صفة مرحلة واحد تغذي للوشعة عن المحرك وبالتالي دوران المحرك يمشي معها البساط بهذا الشكل متى يتوقف المحرك عند التقاط أدى له عن طريق CP واحد وبالتالي CP واحد يساوي واحد منطقي ومرحلة واحد منشطة تنشط مرحلة اثنين وتخمل مرحلة واحد تتخمل مرحلة واحد تقطع تغذي على المحرك وبالتالي يتوقف فالمرحلة اثنين تنشط غذي لكا اوفي وبالتالي يفتحها اوفي بهذا الشكل وتبدأ عملية الملح شوفوا الميزة كثير يمشي إلى غاية الضغط على A واحد بما أنه A واحد يساوي واحد ومرحلة اثنين منشطة ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة ابتدائية الصفر وتخمل مرحلة اثنين وكي تخمل مرحلة اثنين تقطع تغذي على ماذا؟ على الكتروفان وبالتالي يغلق وهنا تلميذي الأعزاء كمنا الجزء المهم الرابع وراح يروحوا الجزء الخامس اللي هو أنواح التعقوبة في المتابين توجد خمس تعقوبة سنجاوب عليهم بسرعة أول تعقوبة نبدأ به هو تعقوب الوحيد الخطي كما تلاحظوا مرحلة الصيفة يجي بعدها مرحلة واحد يجي بعدها ثنين يجي بعدها ثلاثة يجي بعدها ربعة واربعة وترجع وحيد الخطي إذا وش نقول عليه يتكون مراحلة وشكل سلسلة يكون تطورها بنفس الترتيب تنشط الواحدة تلو الأخرى صيفا بعدها ثنين بعدها ثلاثة وبعدها اربعة بعدها ترجع كما كم تلاحظوا هذا تعقوب خطيء وحيد يكون على خط مستقيم هذا الشكل تنشط مرحلة الصفر كيتحقق دي سي إيقات تنشط واحد كيتحقق سي بي تنشط ثنين وتخمل واحد كيتحقق اواح تنشط ثلاثة وتخمل ثلاثة وكيتحقق بي تنشط مرحلة ابتدائية وتخمل ربعة إذا وشنا نلاحظوا تطورها بنفس الترتيب تنشط الواحدة تلو الأخرى روحوا تعاقب الثاني هو تعاقب المتزامن ونسمي تعاقب الواو كيف عرفنا في أكثر من تفرق وثاني حاجة وش لازم نركزه على الخطوط هنا كده كين خط متوازي كين خطين متوازيين وحرف الواو كده فيها حرف الواو فيها حرفين إذا هذا يسميه تعاقب واو ولا تعاقب متزامن إذا كيف يمشي هذا تعاقب متزامن فالمرحلة يبتدائي تكون منشطة كيودي سي إيجراغ واسي كونديسيو إنيسيال منشط ما الذي يحدث تنشط واحد وربعة في آن واحد وتخمل مرحلة الصيفر مع أنت هذه مرحلة واحد ومرحلة الرابعة ينشط في آن واحد وهذا جماعة وش نسميه تباعد واو شمع أنت المراحل يبدو يبعدو على بعضهم ميوش راكم تلاحظوا واحد وربعة ينشط في آن واحد أما بعد هذه واحد تنشط اثنين وتخمل واحد وبعدها تنشط ثلاثة وتخمل اثنين وفي ناس الوقت الشايسرة ربعة تكون منشطة وكيودي سيبي محاقق تنشط تنشط خمسة وتخمل أربعة معانتها فراعين متزامنة وش معانتها؟ واحد وربعة ينشط مع بعض وبعدها هنا المثمان ستة ما يطوش لازم حتى نتنشط مرحلة ثلاثة ومرحلة خمسة بها تنشط مرحلة ستة لو كال مثلا مرحلة ثلاثة منشطة ومرحلة أربعة منشطة وستة مستحيل تنشط وببس كوهذا وشي وهو تعاقب واو لازم ثلاثة تكون منشطة وخمسة تكون منشطة وشاط يكون محاقة وحاجة مميزة في التعاقب واوة واجمع كل فرع لازم ينتهي بمرحلة الانتظار كما هنا آخر حاجة وشي انتقالي لازم نكمله بمرحلة فارغة وهنا خمسة كذلك يصبح نسمى مراحلة انتظار إذن ثلاثة وخمسة مربوطين بتقارب واو مع أنت عاودوا تقاربوا إذن هنا لازم تعاقبات كامل تنتهي بمرحل الانتظار مرحلة ثلاثة منشطة وخمسة منشطة وشرط محقق يسوي واحد إذا تنشط مرحلة ستة وتخمل ثلاثة وخمسة في آنين وواحد نشاط ستة يؤدي إلى تخميس ثلاثة وخمسة في آنين وواحد ومبعدها تعاود تنشط مرحلة سيفا إذن نكتب مع بعض عندما تكون مرحلة صفر منشطة والاستقبالية محققة فإن مرحلتين واحد وربعة تنشطان في آنين وواحد هذا بسبب تعاقبوا تنشيط مرحلة واحد وربعة يؤدي إلى تخميس مرحلة الصفر ورخوا لبعدها هنا عندما تكون مرحلة خمسة وثلاثة منشطة تنين والاستقبالية محققة وشحيصرة تنشط مرحلة ستة تنشيط مرحلة ستة ما الذي يسبب؟ يسبب إلى تخميس مرحلة خمسة وثلاثة في آنين وواحد وهذا ما نحتاجههم في المعدة الترسيطة والتخميل رحوا التعاقب الثالث اللي هو تعاقب المتنابل أو كيف هنعرفه فيه أكثر من تفرع كما هذا فرع الأول وهذا فرع ثاني وكل فرع وش فيه مجموعة من مرح إذن هذا وش يحتوي على خط واحد وكلمة أو وش فيها فيها واو وحدة إذن هذا التعاقب سميه تعاقب أو سميه تعاقب المتناوب ولا سميه تعاقب الأختياري ولا سميه تعاقب أو انت لقى من إسم تعاوبين إذن هاي جمعا wider nhau مرحلة صفر مننشاطة يتحقق هذا شرط كي تنشط مرحلة واحد عندك احتيمالين عندك احتمال أوى الفرع للأول وعندك احتمال الثاني حيث احتمال الأول والثاني مايتساوه كا والسي جامي تساوى إذا كانتあ تتسوي واحد بدicianةNet إذا كانت بسي بسه واذا sieht przy ، لازم تسوي واحد ما عندヒما يومشي جههات ذي ولا تمشي هذي الجهة ما يومش كنستجد ان ا山 Tyson إذا ما هو الله اذا كان ا محقق و مرحلة واحد منشطةب Melanie ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة 2 وتنشط مرحلة واحد تخمل او مرحلة واحد تنشط مرحلة ثلاثة وبعدها ت Frankfurt I so I محقق مالذي يحدث تنشط مرحلة خمسة وتخمل مرحلة ثلاثة وبعدها B تتعود مننشط على مرحلة صيفر اذا موشينا مشينا في الاتجاه الاول لانه A يعني لزيد الواقع ان نرى الاتجاه الثاني انتهاء نرى فيه لازم مرحلة واحدة تكون منشطة و يساوي وحد ب span يمكن أن تنشط مرحلة 5 وبعد نرجع إلى مرحلة الإبتدائية إذن على هذه يسميه تعاقب اختياري يمكنك تنشط مرحلة 2 إذا كانت المرحلة 1 منشطة والاستقبالية محققة هذا احتلال أول يمكن كذلك أو مع أنتها زيد يمكن تنشط مرحلة 4 إذا كانت المرحلة 1 منشطة والاستقبالية C1 تسوي محققة والاستقبالية محققة وكذلك الأحتمال الآخر يمكن عبور من مرحلة 3 إلى مرحلة 5 إذا كانت مرحلة 3 منشطة وآزيرو يسوي 1 ولا عندي احتمال آخر يمكن عبور من مرحلة 4 إلى 5 إذا كانت مرحلة 4 منشطة والدوش يسوي 1 والملاحظة هذه الأختيار A جامع يسوي C والآزيرو لا يسوي D هذا بنسبة للتعاقب المتنوب رحوا لي بعد تلميذ الأعزاء والدوش يسوي التعاقب الاختياري إعادة المرحل كما كنتلاحظون تعاقب إعادة المرحل شابع تعاقب الأول متو التعاقب الأول هم جمعة من المرحل متو في الفارع عثير لا يؤدي مرحل كيفنا تعرف بما نره نرى هذا سهمة الرجوع نعatas بلدكين رجوع وستنلاحظة مرحلةata بلدكين حلقة الرجوع وهذه حلقة الرجوع لا ي聞いて إذا هم آخر إذا هنا وأش نسميه تعاقب إعادة المرحل إذن هذا كيف يمشي؟ طريقة بسيطة جداً إذن مرحلة يبتلت كل منشطة يتحقق ديسي إيقات تنشط واحد بعدها تنشط واحد جماعة هنا جماعة ركزه معي من السهم لا يمشي بهذا الشكلة لازم نتبعه إتيجاه السهم بعدها تنشط مرحلة ثلاثة بعدها تنشط مرحلة ثلاثة تنشط مرحلة ثلاثة كانت احتمالين كانت احتمال أول تذهب إلى المرحلة الرابعة كانت احتمال الثانية تعاود لمرحلة ثلاثة ومرحلة ثلاثة إذن كنت يبينها للاستقباليات إذن هاي نشوفه إذا كانت استقبالي A0 في أن تساوي واحد وما هي حيصرة؟ رح يطور متمن من ثلاثة أربعة وتخمر مرحلة ثلاثة ومن بعدها ما ربعة وتحقق بي ونرجع حالة ابتدائية ومن بعدها رح المرحلة واحد ومن بعدها رح المرحلة الثنين ومن بعدها رح المرحلة ثلاثة شفنا الاحتمال الأول احتمال الثاني وش هو؟ وش هو A0 في أنبار يساوي واحد إذن وهذا وثاني مش متساوي A0 في أنبار ليتساوي A0 في أنبار إذا كانت مرحلة ثلاثة مناشطة وهذا شرط محقق نتبع السهم ونح يدينا السهم رح يدينا المرحلة الثنين إذا من المرحلة الثلاثة ونحن نرجعه ونرجع إلى مرحلة الثلاثة رح تعود مرحلة الثنين ومرحلة ثلاثة وعلى هذه الجماعة وش نقوله؟ إعادة المرحلة من بعدها ترجع مرحلة ثلاثة وكيتحقق A0 في أن راح تنشط مرحلة اربعة ونرجع مرحلة الابتدائية وهنا يجمع كينا استحالة تكنولوجية في التكنولوجيا المربوطة لو كنجر تطبقها هنا كينا استحالة تكنولوجية لو كنجر تطبقها في معاقب كهربائي ولا هوي لازم نزيدوا مرحلة من هذو الامور ما يهمونا شح نشوفوهم في المستقبل ان شاء الله هاي نكتب مع بعض ل Excel. إذا كانت مرحلة 3 منشطة والاستقبالي Wii 0 في N-Bard فتعاد مرحلتين 2-3 كيمكن تلاحظو عليها إنسميه اعادة المرحل. إذا كانت مرحلة 3 منشطة والاستقبالي Wii 0-N محققة فتنشط مرحلة ربعة حينما كانش لإعادة. رحوا آخر تعاقب إنستميوا تعاقب اختيار القفز المراحل هذا التعاقب يشبه إعادة المراحل مين وشي وظيفته يولي قفز تخطي إذن بنفس الطريقة نشرحه إذا مش رح تلقوا تلقوا باللي حلقة فارغة ما كانش فيها المراحل وهذه الحلقة تلقوا إتيجاها رحل أسفل بهذا الشكل وهنا مش نكتمو نكتمو القفز المرحلة بتقائي من نشاط DCY.CE يؤدي إلى نشاط مرحلة واحد كي تنشط مرحلة واحد أجمع كين احتمالين ها احتمال أول وهذا السهم كذلك خارج إذن على ح الإحتمالين إذا كانت في واحد في إبار تسمى واحد وهذه تسمى إذا المتلق موش يدير تتطور من واحد إلى الاثنين Code بادى فإذا كانت أي واحد محقق يروح ثلاثة من بعد وأنا عودة نشوف الإهتمال أثاني إذا كان من في آخر محقق ووزدي في غير محقق إذن sounded شحل ولي للدين هذه المنشاطة وهذا الشرط محقق. شو شعير يدير انتبقوا الخط وشح هيدير تشحون مرحلة ثلاثة وناح Studies ي magnificزoff مرحلة ثلاثة ونا الحرах مباشرة. أربعة إذاً أربعة جمعات كوني نشطها ربعة كوني نشطها نشطها المرحلة واحد في CP في D أو مرحلة X3 في آزر وهذا نعرفه في المستقبل بعدها ما ربعة ونترجح الحالة الابتدائية إذا نكتب مع بعض إذا كانت المرحلة واحد منشطة والاستقبالية CP فردي محققة ما الذي يحدث؟ يتم قفز على مرحلة 2 و 3 وتنشط مرحلة 4 هذا الاحتمال الأول أو احتمال الثاني و شيء هو إذا كانت المرحلة واحد منشطة والاستقبالي CP في دي باع تساوي واحد وبالتالي تنشط مرحلة رقم اثنين وهنا تلاميذي الأعزاء وصلنا آخر جزء في الفيديو وهو تماري الشامل لاحن نصحكم الأخطاء الشائعة وبإن الله مزيد وشتغلته في رسم المتمن هيا نبدأ في شكل رقم واحد كما كنت لاحظوا هذا المتمن أعطالي مرحلة 2 فيها دي آزيد وبعدها تجي مرحلة 3 في دي آناقص وهنا كان آزيرو أول خطأ هنا موجود وشي هو ما كانش مرحلة جي بعدها مرحلة لازم جي مرحلة قابلية مرحلة استقبالية مرحلة استقبالية هذه الشرور التطور المتمن مرحلة بعدها جي استقبالية ما كانش مرحلة جي بعدها مرحلة إذا نتصح رحوه شكل 2 كما كنت لاحظوا هنا عندكم مرحلة 2 فيها دي بيưới و دي 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 آ زيد وهنا وجدنا استقبالية ثم استقبالية كذلك ما كاجدوش استقباليه تجو بعد بعضهم إذن هنا كين خطأ إذن كتا نصحوها إذن ركزوا مع يمليه إذن هذه B1 و A1 نمسحوهم بهذا الشكل ووش نديرو هنا استقباليه مع بعض إذن بما أنه محلات نين مناشطة دي بي زيد مع تخلو الساقة رافعة تضغط على B1 ودي A زيد وش مع تخلو الساقة رافعة تضغط على A1 إذن هنا وشية الاستقبالي B1 في A1 إذن ما عادروني هنا A1 ما نقدوش نديرو B1 و A1 روحوا الشكل رقم 3 عطانا تعاقب وحيد وش هو الخطأ الموجود هنا يا الخطأ موجود في المرحلة الابتدائية لازم تكون مربع مزدوج مناشطة في حالة راحة إذن نصحوها ونقلبوها بهذا الشكل كل ما تمن لازم يكون عندهم مربع مزدوج الشكل الرابع كما كم تلاحظوا هذا شكل الرابع عطانا تعاقب واو كما كم تلاحظوا هنا خطين متوزين وش ما عندها تعاقب واو نكتبوا واو وش ما الأخطأ موجودين في تعاقب واو تعاقب واو الفرع ديما تبدأ بالمرحلة ما تبدأش بالاستقبالية وكل فرع ينتهي بمرحلة الانتظار إذن كده كان خطأ هنا الخطأ الأول موجود هنا يا في تعاقب واو كل فرع يبدأ بمرحلة يبدأ بواحد مباشرة ما يبدأش بالاستقبالية خطأ الثاني في الفرع الثاني خطأ الثالث ما كاش مرحلة الانتظار هنا يا تعاقب واو خطأ الرابع ما كاش مرحلة الانتظار هنا يا والخطأ الخامس مكنش الى الاستقبال هنا وهنا قد كذلك اخطأ السادس إذا كيف نصح تدميذي الأعزاء إذا هذو نمسحوهم نخلهم هنا ee وكأن ويخدم التعاقب او إذا الاستقبال يكون هنا معنت في تعاقب وعندهم كامل نفس الاستقبال صحك خطأ هنا صح هنا الخطأ الأول من بعدها اوش ندير كل ترؤكمه سنة هيب نتفرعل يجب ينتهي بمارحلة الإنتظار هنا لابد أن تنتهي بمارحلة الإنتظار ثلاثة هنا لازم يكون تrywئ مرحلة الانتظار. ثم بعدها في التعاقب أو 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 ما و مرحلة ستة لازم يكون عندها قابلية واحدة لية تساوي واحد تلاратьية هنا قابلية ولا تز우 tenseي. لازم لي قابلية المشتركة واحدة بين مرحلة ثلاثة و مرحلة خامسة. اذا تعاقب أو تحققهم نفس الاستقبالية و تخمل نفس الاستقبالية. رحوا شكل رقم خمسة. كما كم Dale تلاحظوا شكل رقم خمسة كتش هو شكل شكل رقم خمسة كتش هو تعاقب أو في خط وكل تعاقب لازم يبدأ بالاستقبالية. ما نشيح يتحققه بالنفس الاستقبالية. معنا هذا خطأ اول. وهذا خطأ ثاني. آخر. وكل تعاقب لازم ينتهي بالاستقبالية. هذا خطأ وخامس. كمو نكتبتهWhy . هذا الخطأ لم تكن فيها تعاقب واو فقط. معنا هذا خطأ السادس. اذا ارواح انصحو. اذا نمسحو هذه معنا كل Öz لالحيا عندها استقبالية تاحة. كل فرح عندها استقبالية تاحي. اذا هذا واوش نكتب عليه مثلا الآ وهذا عنده استقبالية واحده اللي هو بي والآ ليسوي بي وكل فرع كذلك لازم ينتهي بالاستقبالية إذا ثلاثة واش نكتبه هنا نكتبه هنا آآ زيرو وهنا مثلا نكتبه بي واحد وهنا نمسحه هذي مكاش من هات واش معنا تبانى عرفه روحي صحيح مرحلة استقبالية مرحلة استقبالية مرحلة استقبالية مرحلة استقبالية مرحلة معنا تفرعه الأول تاعي هذا صحيح. نزيد ورحمة فرعة ثانية. مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية معتها خدمة تعي صحيحة. نروحوا للشكل الرقم الستة. كما كم تلاحظوا الشكل الرقم الستة. وش اعطانا? اعطانا تعاقب اعادة المراحة. كما كم تلاحظون هنا اعادة المراحة. نكتب هنا اعادة. اه وش هو الخطأ الموجود? اروح نشوف الاستقبالية جمعا. لازم نجد مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية. هيا نبدأ. مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية. اذا هنا مكاش مشكلة. اروحوا نشوفوا في اعادة مرحلة. هاي. مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية. مرحلة بعدها شوفوا. استقبالية. ومبعدها اعادة استقبالية. ومبعدها تعود طرح منها استقبالية. وش راكم تلاحظوا كين ثلاثة استقبالية على التسلسل وهذه ما كاش منها لازم نصحها. اذا هنا خطأ وهنا خطأ وهنا خطأ. اذا تنميذ الاعزاء اروح عن صحوها معتها نمسح هذه ونمسح هذه نعود ونخدمها. اذا تعاقب اعادة المرحل. مرحلة ثلاثة. اذا تنميذ الاعزاء مرحلة ثلاثة هي التي حدث فيها التفرع. هذا الخط ما يجيش تحت الاستقبالية. يجي فوق الاستقبالية بهذا الشكل. وبعدها تجي استقبالية وبعدها يجي تحت الاستقبالية هذه. rend تكون خدمة تعيصة , نراحي . مرحلة يحدث فيها التفرع. لازم الخطة يكون فيها افوق الاستقبالية. رحوا شكل الرقم السبعة. كما كنت لاحظوا هنا اطالية تعاقب قفز المرحل. رحوا نشوفو. صيفر. بعدها استقبالية واحد. بعدها استقبالية. بعدها مرحلة. بعدها استقبالية. بعدها مرحلة استقبالية مرحلة. احنا ما كاش مشكلة. رحوا نشوفوه في القفز المرحل. مرحلة استقبالية. مرحلة استقبالية. وبعده وش نقاو? استقبالية. وبعده وش نقاو? استقبالية هناك عين اخطاء. اذا ارواح انصحو. نمسحو هذا الخط. اذا شكون هي المرحلة التي حدث فيها التفرق واحد. لازم الخط يكون فوق الاستقبال بهذا الشكل. ومن بعدها واني يروح يكون تحت الاستقبالية هذه. ها ارواح نشوفو خدمتنا صحها ولا لا. ها مرحلة واحد. وبعدها هم تابعو هذا الخط. وش جات استقبالية. وبعدها وش يجي? جي مرحلة. ما كاجز استقباليات وما كاجز استقباليات. وهنا تلميذي الاعزاء. وصلنا نهاية الحصة وموقع علي. يبقوا لكم غير. سلام.